اليوم مباراة الهلال والاهلي في الجولة العاشرة من دور كأس الأمير محمد بن سلمان خلونا نستعرض سوى أهم الأرقام والأحصائيات لهذه المباراة والموقع التاريخية تابعوا معي الفيديو للنهاية ولا تنسون من الفولو واللايك القيمة السوقية لنادي الهلال 61.15 مليون يورو أما القيمة السوقية لنادي الاهلي 30.78 مليون يورو أما أعلى لاعب قيمة سوقية في صفوف الهلال فهو برر 15 مليون يورو وأعلى لاعب قيمة سوقية في صفوف الاهلي هو أليوسكي 5 مليون يورو المواجهات المباشرة بين الفريقين في الدور السعودي للمحترفين تواجهوا في 26 مباراة فاز الهلال ب12 مباراة وفاز الاهلي ب4 مباريات وانتهت المباراة بالتعادل في 10 مواجهات في آخر 10 مواجهات بين الفريقين على مستوى الدوري فاز الهلال في 6 مباراة وفاز الاهلي بمباراة واحدة فقط وانتهت المباراة بالتعادل ثلاث مرات سجل الهلال 18 هدف والأهلي سجل 8 أهداف الهدفين الحاليين لهذه المباراة على مستوى الدوري هما عمر السومة وبفيمتي قوميز السومة سجل 8 أهداف وقوميز سجل 4 أهداف على مستوى المدربين مدرب الأهلي هاسي واجه الهلال في 6 مباريات على مستوى الدوري لما كان مدرب للرائد خسر في 5 مباريات وتعادل بمباراة واحدة فقط ولم يعرف طعم الفوز أمام الهلال أما جارديم فهذه المباراة الأولى له أمام الأهلي على المستوى الشخصي تواجه المدربين في مباراتين من قبل في الدوري الأوروبي هاسي لما كان مدرب لأندرلاخت البلجيكي وجارديم لما كان مدرب لموناكو الفرنسي مباراة فاس فيها هاسي والمباراة الأخرى انتهت بالتعادل الآن شاركوني بالتعليقات واكتبوا لي مين تتوقعون يفوز بمباراة اليوم الهلال أم الأهلي تحياتي